كريم الناس بتتكلم يعني اسمع مثلا الناس لو فتوح رجع النادي النادي هيعمل كده هيقع طيب لو فتوح مارجعش والنادي وقع هنطلب ان هو يرجع نوطة مهمة جدا منطقية جدا صح حاجة يعني الناس يا جماعة دا لعيد دولي ابني من ابناء النادي بحب النادي جدا على فكرة فتوح الفترة اللي فاتي كلها بيتمرم في النادي طول الفترة الاخيرة دي بيطبق الاقاف عليه زي ما هو محطوط بالزبط فيه فيه ناس محترمة زي ما الكوية بتحاول تتعامل مع فتوح وتقرب وجهات النظر في الاختلاف اللي موجود ما بين مجلس الادارة او ما بين النادي وما بين لدرجة ان فيه ناس زرعتش كبالة في الموضوع وقالت لك شكبالة واللعيبة رفضة وجود فتوح طب هو من امتى اللعيبة بتدير النادي لفيه مجلس ادارة محترمة ونفرض مجلس الادارة شاف ان فتوح مهم للنادي ويقع طب حاجتك في زاوية تانية زاوية رأي رأي من او بعض من جمالي النادي الزمالك يقولك ادارة النادي الزمالك خدت قرار بعرض فتوح والسناء الاخر للبيع ماينفعش تتراجع لا هو هو الناس الناس لحد الوقت ما تراجعتش بس الناس الناس اديت حل للناس المحترمة اللي بتخش تحل الموضوع ان ايه والله يجي اعتزل لجمهور الزمالك يجي اعتزل لمجلس ادارته للعيبة للمدير الفني واصلي هو انا هاتبح ابني يا كريم ده ابني غلط ومشي غلط اتبحه ايه المنطق في ده جماعة هو انت كل سنة هتطلع لعيب زي فتوح وزيزو بالنازدي ولا شكبالة ولا أوباما بس لو امني مش ملتزم ايه لو امني ملتزمش اقرص عليه زي ما ارصت انا اقرصت عليه ارصى جمد جدا اخد بالك ان يتعرض للبيع فتوح ده موقف مش سهل خالص خالص اوعى تفتكر ان الموقف اللي اتخذ مجلس الادارة ده مش موقف تاريخي وهو تاريخي لو كمل ايه يعني ايه لو كمل يعني ايه طب حلوة قوي حلوة قوي طب يكمل وفتوح ما جالوش حاجة للبيع دلوقتي ان هو اتباع وقعد لحد نهاية الموسي وراح النادي المنافس ده كويس زي ما ناس بتقول انت لما خدت القرار اللي هو بتاع عرضه للبيع وقدر اتنادي الزمالك كان هيفرق معاك فتوح يروح فين او هيجي منين انت خدت قرار للبيع صح كده طب انا مش عارف ابيعه معرفتش ابيعه والولد قعد معايا لحد نهاية الموسي اه معرفتش اتصرف فيه وجات ناس محترمة زي كريم دلوقتي تخش وطارق يخشه يا فتوح الدنيا واحد اتنين ثلاثة اربعة وانا غلطته وعملته وحصل تسوق تفاهم خد بالك كريم في نقطة مهمة جدا ازاي تعرف تتعامل نفسيا مع اللعيب دي في الكورة في لعيبة يعني ايه يعني لازم تتعامل معاهم نفسيا قبل قروين هم اعتمد جمال معاها عصايا سحرية عمل ايه مع لعيبت الزمالك عشانه تتعامل معاهم نفسيا اكتر منه فنيا بس طيب طلعها كل اللي عندهم